السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب? اهلا بكم في فيديو جديد في كناة بالعربية. النهاردة يا جماعة انا جاي اشرح لكم حاجة اسمها الايس فاير. والايس فاير شوب. ازاي باستفيد منه? وازاي بجمع في الايس فاير? وايه فايدة? اولا انت ليك تلات تلاف ايس فاير بوينت في اليوم. بيبدأ من الساعة اتناشر بعد نص الليل بتوقيت مصر لحد الساعة ستة الصبح. هو طريقك لان انت تجيب المحترم بتاعك وتقدر تعمله وتقدر كمان تشتري منه تانية وتعمل للبيت التانية. طيب ازاي يا جماعة? آآ بوينتس من الايس فاير. هتدوسوا على كلمة انا هنا لغيت فهو ادخلني بالعافية مش مشكلة. كلمة يا جماعة هي اللي بتدخلكو الروم. الروم ده يا هتكسب فيه يا هتخسر. انا بتاعي ما اظنش انه قوي. تيم تالي مش هيقدر. بس الهدف من الماب او الهدف من الروم ده ان انت تلهقه تكسره الجوهرة دي. بس عند العدو. اللي جوهرته تتكسر الاول هو الخسرون. طب انا ازاي? اهجم على الجوهرة وكسرها. لو انا جيت هجمت عالجوهرة الوحدي هموت. لان الجوهرة بتقدر تقتلني. لكن لازم اهجم مع الجنود بتاعتي اللي هي الصغيرة دي. تمام? لان هما دول اللي بيحموني. هما دول يعتبروا الحماية بتاعتي هناك. يعني انا هوريكو دلوقتي انا هروح. انا كده قتلت الجنود بتاعتهم هما علشان محدش يقدر يكسر لي الجوهرة بتاعتي. فانا دلوقتي رايح عند الجوهرة بتاعتهم لو لقيت جنود من بتوعي هتضرب فيها وهساعدهم. لو ملقتش هرجع تاني علشان نومتش. اوه. هنا مفيش مش هلاقي جنود بتضرب في الجوهرة. فهرجع تاني علشان ما يحصلش مشكلة. طيب. انا هفضل واقف هنا لحد ما يجي الجنود بتاعتهم. بتاعتنا يعني من هناك ويقدر يساعدوني علشان اكسر الجوهرة بتاعتهم ونكسب الماب او نكسب الروم. طيب لو كسبت اللي يحصل. لو كسبت هتاخد الف وخمسمية بوينت. هدي الجنود بتاعنا هم جايين. انا هروح معاهم ولا ها اقصر اي حاجة. لو كسبت في الماب دي هاخد الف وخمسمية بوينت. انما لو خسرت اخد سبعمية وخمسين. كمال حالات كسبت او خسرت هاخد يعني هيتحسب لي بوينت بس يعني الفرق بين الكسبان والخسران ان الكسبان بياخد ضعف الخسران. فدي ميزة كويسة. زي ما اتفقنا انت ليه تلات تلاف. يعني اتنين والن في اليوم كفاية قوي يدوك الليمت بتاعك. انا هنا الجنود دخلت. فانا هبدأ اكسر في الجوهرة علشان يعني اهو نزلت واحد وستين في المية تمانية وخمسين بدأت الجوهرة بتاعتهم تقل وتضعف خالص. لو هتلاحزوا اول ما الجنود بتاعتنا تموت الجوهرة هتبدأ تضرب فينا احنا. يعني لو هتبصوا كده شفتوا بتاعي بدأ يقل يقل تدريجي. انا هقدر ابعد علشان ما موتش. خلاص يعني فرقت معايا على حاجة وسيطة كنت هموت اهو. وهكزا بقى بالطريقة دي. علشان تقدروا تجمعوا الالف وخمسمائة اهو. بس كده هنكسبنا. لو تبصوا انا خدت الف وخمسمائة بوينت. علشان يقدرنا نقصر الجوهرة بتاعتهم بسهولة. وقبل ما هم يقصروا الجوهرة بدأتنا. لو هتبصوا بقى عالايس فاير شوف عندي دلوقتي. هتلاقوه وصل لتلات تلاف. انا كمعها الفين. طيب. ساعات بقى بعد ما طبعا ما تجمعوا التلات تلاف طبعا لسه ليه الف وخمسمائة كمان. كل يوم التلات تلاف بينزل هنا بقى البيت بتاعك الاحمر. زي البيت بتاعي اللي ماشي معايا ده. هو الريولكم من جوه. اهو. البيت ده. هو ده البيت اللي انتو بتقدروا تجيبوه من الشوب ده. البيت ده من اقوى البيت اللي موجودة على مستوى اللعبة. ومن اهمها. وسهل جدا ان انت بتعمله بقوله موضوع يعني مش صعب. طريبا انت اسهل بيت ممكن تجيبوه. انا مستغل اللعبة. اه هو بينزل هنا في اول خانتين دول اللي هي دي. او دي. دايما بينزل هنا. في التانية دي. بس طبعا هو مش نازل دلوقتي. بيحصل في اليوم مرتين. بيحصل في اليوم مرتين. يعني بتوقيت مصر. الريفريش الاول. بيحصل الساعة اتماشر بعد نص الليل. الريفريش التاني بيحصل الساعة ستة. اه المغرب. ده او بلاش. اه فيه بقى عشان تعمل بتصرف. بتصرف من يعني انا عشان اعمل هنا هتلاقي فوق. هنا كده فوق سوانيه عشان اعريكم. هنا فوق بيقول لي ادفع تمامين عشان تعمل فطبعا انا هدفع تمامين عشان اعمل لو ما جايش اللي ما عايزه خلاص مش مشكلة ما جايش اللي ما عايزه. فانا بقى شخصيا باستنى ان يحصل وبص لو او بلاش هو اللي يعملها وبص لو اللي انا عايزه موجود باشتريه. لو مش موجود خلاص باستنى اللي بعده لما يجي وبص تاني وقدر اشتري البيت بتاعي. انا شخصيا جاي بالبيت بتاعي هنا واعمل له افولوف. لأ سواني. البيت بتاعي هنا واعمل له اربع مرات عن طريق ده. ايس فاير شوب ده. ايس فاير شوب الايس فاير شوب. بس لو في اي حاجة مش واضحة اي حد يكتبلي في الكومنت لو حد محتاج حاجة يكتبلي في الكومنت. ويراب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. ولو حد زي ما قلت لكم محتاج حاجة يكلمني على طول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته